والمتابعة أيضا ينضم إلينا من تونس سيد زياد المحضي عضو حملة فاش تستنو سيد زياد الداخلية تتهم المحتجين بارتكاب أعمال تخريبية لأملاك الدولة ما تعليقكم خاصة وأن هناك بالفعل عمليات حرق لمركز شرطة نهب وسلب ما يخرج الانتخابات عن إطارها السلمي وينشر حالة من الفوضى في البداية سأشكركم على الاستضافة ونحب أن نقدم تعزين الحارة في حملة فاش نستنو إلى عائلة شهيد خميس اليفرني التي استشهد نتيجة عملية دهس من سيارة شرطة في ليلة البارحة عكس ما روجدت وزارة الداخلية وقالت أنه مات نتيجة الاختناق وليوم فم فيديو ومعناها يوضح العملية عملية الدهس في عملية زادة شبيهة بعملية الدهس التي صارت لشهيد أنور السكرافي في أحداث الكامور الصائفة الفارطة بالنسبة لحملة فاش نستنو ادعاة اليوم إلى تحرك أمام المسرح البلدي التحرك كان حاشد وجماهيري عبرنا على غضبنا على قانون مالية غضبنا تجاه السياسة القمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية بالنسبة للاحتجاجات ما زالت متواصلة ونحن ندعو شعبنا التونسي والشباب التونسي إلى مواصلة الاحتجاج وندعوه أيضا إلى حماية الاحتجاجات من العصابات التي يرسلها لإتلاف الحاكم كان أيضا في معرض سؤالي الحديث عن مسألة إطار السلمية التي خرجت من أجلها أو خرجت في إطارها هذه الاحتجاجات ألا يضع ذلك أو التحرك الآن يتجه إلى إثارة الفوضى نرى عمليات مدهمة لمراكز الأمن والشرطة وهناك أيضا في المقابل عمليات دهس كما ذكرت من المسؤول هنا؟ نحن نحمل المسؤولية مباشرة بالنسبة لإثارة الفوضى نحمل المسؤولية مباشرة إلى اتلاف الحاكم الذي نعرفه وليس جديد علينا يرسل في عصابات لتنهب المؤسسات العامة ويشوه الاحتجاجات هذا يعني أنه ليس جديد علينا ليس أول مرة يصير عنده سبع سنوات وهو يصير نفس الشيء فنحن ندعو إلى مرة أخرى أدعو إلى الشباب التونسي والشعب التونسي المحتج أنه يحمي احتجاجاته ويواصل في سلمية الاحتجاج ضد قانون المالي نعم شكرا جزيلا لك من تونس كنت معنا سيد دازياد المحضي عضو حملة فاش نستنا